بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أركان الدولة الركن الثاني الرعية أو الشعب لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدون شعب لأن الشعب هو الذي ينشئ الدولة والشعب بمفهومه الاجتماعي بمثابة مجموع المواطنين المنتمين بجنسية الدولة دون تمييز سواء عاشوا على أقليمها أو خارجها وفقا للدستوري أو القانون وما يترتب على صفة المواطن من حقوق سياسية ومدنية وواجبات في العلاقة مع الدولة والشعب في الدولة الإسلامية يتكون من المسلمون وغير المسلمين أولا المسلمون وهم الأصل في الدولة الإسلامية ولهم حقوق وعليهم واجبات وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل في دروس قادمة فيما يتعلق بحقوق ولي الأمر على الرعية والعكس غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين أولا المستأمنون والمستأمن في اللغة هو طالب الأمان وهو من دخل إلى دار الإسلام بأمان طلبه من ولي الأمر فإذا أذن ولي الأمر للمستأمن فإنه يدخل إلى البلاد أو إلى الدولة الإسلامية بالأمان الذي أعطاه ولي الأمر ولا يعتبر من رعاية دولة المسلمة الدائمين لأن إقامته هي مؤقتة ويسمون الأجانب وهم الرعاية الدول الأخرى يدخلون بإذن الإمام لأعمال يقومون بها في هذا البلد أو في هذه الدولة والمستأمنون هم أربعة إما أن يكونوا رسل أو بعثات دبلوماسية أو للتجارة يدخلون للدولة للتجارة أو يستجيرون بالدولة أو يطلبوا حاجة من زيارة أو طلب الاستشفاء أو نحو ذلك من الحاجات التي يحتاجونها للدخول إلى بلد إلى البلد أو إلى الدولة المسلمة حكم هؤلاء المستأمنون أنهم لا يقتلوا ولا تأخذ منهم الجزية ولا يتعرضوا لنوع من التهجير أو من التعذيب أو من المنع مدام أنهم دخلوا بإذن الإمام حتى وإن لم يدخلوا بإذن الإمام فإنهم يعاملون معاملة إنسانية ويعادون إلى ديارهم ويطبق عليهم النظام فيما إذا دخلوا بطريقة غير شرعية القسم الثاني ويعتبر ثالثا بالنسبة لترتيب الشعب في الدولة الإسلامية لأننا قلنا الشعب في الدولة الإسلامية المسلمون والمستأمنون وأهل الذمة لكن إذا قسم بطريقة أخرى المسلمون وغير المسلمين فيكون غير المسلمين هم المستأمنون وأهل الذمة أهل الذمة هم أهل العقد يعني من لهم عقد مع الدولة ويمثل الدولة طبعا الرئيس أو من ينيبه أو الملك أو من ينيبه وفي الاصطلاح هم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم طبعا أهل الذمة لم يعد لهم تواجد في عصرنا الحاضر لكن لا يعني هذا أننا نترك الحديث عنهم لأن ذلك هو من الأمور التي ينبغي أن يعرف أو تعرف أحكامهم طبعا الذمة هو المعاهد الذي أعطاه ولي الأمر العهد على ماله ودينه ونفسه وطبعا عقد مؤبد يعتبر عقد الذمة عقد مؤبد ويعتبر الذمة هو من رعاية الدولة الإسلامية الدائمين قالوا لا يجوز عقد الذمة المؤبد إلا بشرطين الشرط الأول التزام دفع الجزية طبعا الدفع الجزية طبعا هي أقل من الزكاة بلا شك وتقدير وتقديرها يعود إلى الإمام أو نائبة أو من يفوض في ذلك الجزية طبعا تكون على القادرين على العمل وعلى المنتجين ولا تأخذ من العاجزين عن العمل ولا من الصغار ولا من النساء ولا من الذين لا يستطيعون العمل وطبعا لا تأخذ منهم المسلم تأخذ منه الزكاة وهي 2.5% فلا تأخذ منهم الزكاة لأنهم لا يجبرون على اعتناق الإسلام والدخول في الإسلام أيضا الشرط الثاني التزام حكام الإسلام العامة أما فيما يخصهم كالأمور الشخصية فيما يتعلق بالتناكح ونحو ذلك فهذا أمر هم يختصون به ولا يلزم أن يلتزم حكام الإسلام فيه لكن حكام الإسلام العامة في الدولة الإسلامية ينبغي أن يلتزموا بها إذن هذين شرطين لأن يعطوا عقد مؤبد ويكونوا من أفراد الشعب في الدولة الإسلامية واجبات أهل الذمة دفع الجزية التي تفرض عليهم عدم بناء دور للعبادة في بلاد المسلمين كالكنائس مثلا وهنا قد يتبادر السؤال إلى الذهن لماذا البلاد غير الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا ونحو ذلك يسمحون ببناء المساجد ودور العبادة للمسلمين ونحن لا نستطيع أو لا نسمح لهم ببناء مثلا كنائس الجواب سهل أن لهم دستاتير وهذه الدستاتير تسمح ببناء دور العبادة لأي كان سواء كان مسلم أو غير مسلم فهم إنما فعلوا ذلك للدستور الذي يتحاكمون يتحاكمون إليه ونحن عندنا دستورنا يمنع أن تقام أو تبنى دور للعبادة لغير المسلمين في بلاد في بلاد المسلمين فلهم دستورهم الذي سمح ولنا دستورنا الذي منع عدم من واجبات معدم غشة المسلمين أو إيواء الجواسيس الذين تجسسون على المسلمين أيضا عدم منع أحد من ذويهم أو قاربهم من الدخول في الإسلام فلا يكون عقبة في دخوله للإسلام إذا اقتنع لأن الناس لا يجبرون عن الإسلام لكن إذا بوين لهم وشرح لهم ورأوا عظمة هذا الدين فإنهم يدخلون في دين الله عز وجل عن اقتناع أيضا عدم إذاء المسلمين أو الاستهزاء بدينهم أيضا من الواجبات توقير المسلمين وعدم التشبخ بهم هذه بعض من الواجباتهم أيضا عدم إظهار شعارات لهم أو شيئا من عباداتهم في الأماكن العامة التي يتواجد فيها المسلمين ولكن يمكن أن يمارسوا شعائرهم في أماكن تواجدهم أو في أماكنهم التي يتواجدون فيها حقوق أهل الذمة على الدولة الإسلامية وحقوق مدنية عصمة أموالهم ودمائهم فلا يتعرضون للإذالة في أموالهم ولا في دمائهم ولا أنفسهم ولا شؤونهم الخاصة أيضا الانتفاع بالمرافق العامة كالمسلمين فلهم أن ينتفعوا بالمستشفيات وبالأماكن العامة وغير ذلك مما هو منتفع به على وجه العموم أيضا لهم مزاولة بعض الأعمال كتجارة بشرط عدم الإضرار بالمسلمين كذلك من الحقوق التي لهم أن الدولة الإسلامية تدافع عنهم وتمنعهم من الأذى ممن أراد أن يعتدي عليهم سواء من الدولة أو من خارج الدولة حرية الاعتقاد وإجراء أحكام الأحوال الشخصية من بينهم بحرية تامة فلا يجبرون على شيء من الاعتقاد ويسمح لهم بإجراء الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالتناكح بينهم على ما يعتقدونه ويذهبون إليه معاملتهم يجوز معاملتهم وبرهم ولكن يحرموا التودد إليهم وذلك بنص القرآن في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هذا والله أعلم وأحكم تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة